النهاردة بإذن الله تعالى حنتكلم عن مسألة خطيرة ألا وهي تفويض الخلق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عند الشيعة الإمامية وبالأخص عند الشيعة الشرازية الشرازية لهم حجم لا يستهان به هم هم الشرازية الذين قالوا بتحريف القرآن هم هم الذين قالوا أن علي بن أبي طالب هو الذي خلق هذا الكون أي أن الله عز وجل فوض علي رضي الله عنه أرضاه بخلق هذا الكون تخيلوا هذا الكون من سماوات وأراضين وبحار وأنهار وأشجار وطيور وحيوانات كل له علي بن أبي طالب الذي فوض فيه أن يخلقه مشينا معاكم يا شيعة يا إمامية يا إثنى عشرين أن الله عز وجل فوض الخلق لعلي بن أبي طالب ولكن هذا الخلق على أقل تقدير كان له ملايين السنين يعني البعض قال سبع مليون سنة مليون سنة اثنين مليون سنة عشرين ألف سنة أيا كان الرقم إيه ولكن سؤال الحلقة بعدما خلق علي بن أبي طالب عندكم هذا الخلق أين ذهب؟ أظن السؤال بسيط أين ذهب علي بن أبي طالب بعد خلق الكون؟ أين ذهب علي بن أبي طالب بعد خلق هذا الكون؟ بعدما فوض الله عز وجل إلي خلق هذا الكون؟ أين ذهب علي بن أبي طالب؟ عايزين نعرف القصة يعني عايزين ندخله علينا كده؟ احكولنا القصة إيه؟ بعدما علي بن أبي طالب الله عز وجل فوض لها خلق هذا الكون علي بن أبي طالب أصبح كذا وكذا 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 احكتنا قصة إما أن نجد إجابة وإما ينتهي الشيعة الشرازية الإمامية عن هذا القول ما مش معقولة نفتن الشباب الصغير ندخل في عقلهم خرافات هذه خرافات علي بن أبي طالب خالق الكون هذه خرافة وهي تدعو إلى ترك العبادات والميل إلى علي بن أبي طالب في التفويل وكأن علي بن أبي طالب هو الذي يحاسب العباد فخلاص طرام علي بن أبي طالب يحاسب العباد وأنا بحب علي بن أبي طالب خلاص القصة انتهت يا شيعي يا شبي يا شيعي يدخل في دماغك أن راشر يخلق هذا الكون أو أن الله عز وجل يفوض له هذا الخلق طب و بعدين إيه الحكمة يعني من تفوض علي بن أبي طالب من تفوض الله عز وجل لعلي بن أبي طالب أن يخلق هذا الكون إيه الحكمة؟ كده لازم يبقى في حكمة طب أنت تعرف الحكمة دي والله ما تعرف يعني حكمة أساسة عن شدوا لي حكمة فالله المستعان